السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عظيم فيه فضائل كثيرة خص الله تبارك وتعالى هذا اليوم بساعة يستجيب الله تبارك وتعالى فيها للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها عبد شيئا إلا آته الله وهذه الساعة قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم أو حددها أنها بعد العصر وكثير من العلماء كما ذكر ذلك الإمام بن القيم في زاد المعاد كثير من العلماء رجحوا أنها الساعة التي قبيل المغرب هذه الساعة يستحب لنا أن نجتهد فيها في الدعاء ويوم الجمعة أيها الأحبة الكرام فيه فضائل كثيرة فيستحب فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة فأكثر علي من الصلاة فيه ويستحب أيضا في يوم الجمعة التطهر ولبس الثياب الحسن والتطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك ويستحب أيضا في يوم الجمعة المبادرة بالذهاب إلى المسجد والتبكير وهذه من السنن ويستحب فيه الغسل والتطهر وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى أيضا من الأمور المستحبة في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فإنها منجية وإن فيها آيات قال بعض أهل العلم هي العشر آيات الأول وقال آخرون هي العشر الآيات الأخر تنجي من المسيح الدجال فإن بغى علينا أيها الأحبة الكرام أن نشتهد في هذا اليوم من الطاعات والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف والدعاء لا سيما في آخر ساعة من النهار أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته